أعلن الرئيس الفنزاولي نيكولاس مادورو أن اللجنة الحكومية المشتركة الفنزاولية الروسية وقعت عدداً من اتفاقية التعاون في المجالين العسكري التقني والزراعي وقال مادورو في تصريح صحفي بعد لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف في كاراكاس أن التعاون العسكري التقني يسير وفقاً للجدول المتفق عليه وتم تجديد كل العقود الخاصة بالدعم والمشاورات وأشار إلى أن المحادثات التي أجرها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتون في موسكو يوم الخامس والعشرين من أيلول الماضي مكنت من مناقشة اتجاهات التعاون البناء متعدد الأوجه بين روسيا وفنزاولا كشركاء وحلفاء استراتيجيين وأوضح مادورو أن هذه الاتفاقيات ستساعد في تطور فنزاولا وإنعاشها اقتصادياً ترجمة نانسي قنقر